حقيقة ملف هذه المدارس اللي هي للمقاولة واحد واثمين دولية هذه المدارس تم حالتها في سنة 2009 تقريباً 2008 وكان المفروض هذه المدارس تنشأ وتكمل بمدة زمنية 180 يوم من هيكل حديد ومواد أخرى لغرض التغليف ومن ثم إكمالها وفق المواصفات الهندسية المطلوبة قيمة هذه المدارس حوالي 300 مليار 300 مليار 100 بناء في بغداد و100 وزعت على المحافظات وزارة التربية وزارة التربية وقامت الآن بعد هذه العملية طبعاً البناء تم العمل بنو الشركة الأولى أخفقت في عدم إكمالها بالـ 2011-2012 تم سحب العمل إحالته إلى شركة أخرى شركة الصقور كان المفروض تكمل بناء كذلك 180 يوم لم تكمل البناء 180 بـ 90 يوم عفو كان 90 يوم المشكلة وين هنا اللي صارت؟ إن المواد المستخدمة في البناء هي مواد خارج المواصفات مواد غير آمنة من ناحية السلامة مواد تفتقد للمواصفات الهندسية المواد اللي موجودة ممكن قابلة للحريق المواد اللي موجودة قابلة للكسر فيها الكثير من التفاصيل اللي حددها هذه الجهات المعنية لغرض إيقاف عملية البناء عدم الاستمرار بالبناء بالـ 2019 يعني قالوا لهم أنه هاي الملاحظات واحد اثنين ثلاثة لا 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 المفروض ما يكملون أو يغيرون المادة ما تم التغيير كمل الحد الـ 2023 استمروا بنفس المواد استمروا بنفس الأخطاء زي استمر البناء الحد ما كمل بالـ 2023 نهاية الـ 2023 تكملت أغلب المدارس اللي موجودة في عموم العراق زي وتم تسليم السلف كاملة إلى الشركة المعنية رغم تأخير لمدة تأخير بالبناء لمدة أكثر من 12 سنة 12 سنة بدل المية وثمانين هم عقدوا 180 يوم 180 يوم اطنع السنة اطنع السنة بناء زي في هذه المدارس الهيكلية وبعد اكمال المدارس بصورة كاملة الآن أو شبه الكاملة بنسب معينة وكلفت تقريبا 300 مليار الحكومة الآن يصدر الكتاب من وزارة من الوزارة بناء لهذا التوجيهات المتضمنة ووزارة الداخلية بمنع استخدام المواد السريعة الاشتعال في هذا وإيقاف العمل والإجراءات هذا بها تاريخ 13-1-24 يقاف العمل والإجراءات؟ خاصة الدفاع المدني نعم في هذا الموضوع لأمور السلامة يجب إيقافها سووا الجماعة شكلوا لجنة اللجنة اشغلت خاصة الدفاع التربية التربية شكلوا لجنة قالوا هاي المدارس عندنا مقترح يتم إشغالها مو من الطلبة لأن ما تصلح للطلبة يتم إشغالها من قبل موظفية التربية يعني شون أنا قعد يعيشون بها؟ هي تصميمها مدرسة يعني شون يعيشون بها يعني؟ المشكلة الأكبر من هذا شين هو؟ ها؟ المقترح شي تضمن؟ ها؟ يتضمن إزالة كل المواد اللي قابلة للإجتعال والمواد الخارج المواصفات من البناء وترك الهيكل كما هو وإعادة بناء من جديد إيجاد يكلف يكلف 125 مليار غير الـ 300 فوق الـ 300 اللي خسرناها يصير عندنا 425 مليار في هذا الملف والمدارس الحد الآن ما مشهول